السلام عليكم ازيكم وعملين يا رب الجميع يكون بخير معنا اللوتي بوريغراف عن حديقة الأزهر الأزهر بارك اللي هي حديقة الأزهر طيب ايه كلمة الجومة اللي هترشدنا هنا عندي او سؤالين يرشدونا بيقول لي what things ما الأشياء things يعني أشياء what يعني ما أو ماذا يبقى ما الأشياء did you do اللي انت فعلتها who يعني من who did you go with مين اللي انت go with يعني ذهبت معه مين اللي انت رحت معاه طيب جاهزين يلا بينا يلا بينا ممكن أقول الأزهر الأزهر يعني حديقة الأزهر أخد بالي حرف كابت الحرف كابت الحرف كابت على طول تمام لما يبقى فيه ألف ولام أل هتبقى الايه بتاعتها كابتال وبعد كده كلمة تانية برضو أول حرف هيبقى فيها كابتال وبارك هنا برضو كابتال لأنها تبع الاسم يبقى حديقة الأزهر is تكون an interesting interesting يعني مشوق interesting place يبقى حديقة الأزهر هي مكان مشوق to visit للايه لتزوره بعد كده full stop طيب ممكن أقول ايه تاني عايز بقى أتكلم مننا رحت بقى هناك وفي أشياء عملتها إجابة السؤال ده ورحت مع ناس برضو هنقول هم مين كل دول نحاول نكتبهم هنا طيب فهقول I went أنا ذهبت there ذهبت هناك with مع my family مع عائلتي أهو who did you go with أنت رحت مع مين أنا رحت مع عائلتي طيب ممكن أقول كمان my mom والدتي prepared prepared يعني يجهز أو يعد prepared يعني أعدت our our picnic picnic اللي هو قلنا الأكل اللي هناخده معنا our picnic I played أنا لعبت football لعبت إيه قرط القدم with مع my brother مع أخي صحي كده أهو هنا بيقولي الأشياء اللي انت عملتها طيب وإيه تاني we إحنا talk يعني أخدنا some some يعني بعض some beautiful photos some beautiful photos يعني بعض الصور الجميلة in في amazing amazing يعني مدهش amazing green areas areas يعني مناطق يبقى في مناطق خضراء amazing يعني مزهلة طيب ممكن أقول إيه تاني the park يعني الحديقة has لديها some big trees يعني بعض الأشجار بعض الأشجار الكبيرة مش ده اللي خدناها في الدرس هو ده بالزبط المعلومات اللي خدناها في الدرس ممكن أقول إيه تاني it was هو كان a beautiful day يعني هو كان يوم جميل كده يبقى خلصنا ال البروغراف بتاعنا أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد بوروغراف جديد أو موضوع جديد وسلام أم